السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله رحين نشرحوا ونحلوا مع بعض صفحة 18 وصفحة 19 لسنة اولى متوسط اذا معلكم غير تبعوا معايا نبدأوا في هاد الفيديو على بركة الله بسم الله هنا بالنسبة للتلاميذ اللي مرهمش مفعلين زر الجرس نقول لكم فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة هكذا باش توصلكم جميع الفيديوهات بالتسلسل لانه كان دوره ساني نشر فيها وكالما روش يشوفها سفي كل مرات لقاو صفحة مختلفة كيتفعلوا الجرس يباني لكم الفيديو يخرج لكم الشعار رحين تلقاوا الصفحات بالتسلسل اذا نبدأ بسم الله I لهو أنا Much معنتها نربط The word and the picture The word لهو الكلمة And The picture لهي الصورة أنا أربط الكلمة مع الصورة عدنا هنا مجموعة من الأدوات المدرسية عدنا التسمية التاحة وعدنا الصورة عدنا A rubber A pencil case A pan A school bag A pair of scissors A ruler هذا مجموعة من الأدوات المدرسية وعدنا هنا صورة للمحفظة صورة للمقص صورة للمقص صورة للمقلمة صورة للقلم صورة للمسترة وصورة للمقص وصورة للمقص تربط كل صورة بالتسمية المناسبة لها تحوسوا هنا A rubber وشنو هي A rubber A rubber هي الممحات تحوسوا هنا على الصورة نتع الممحات ونرأه عدنا هنا مكانش 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 هذه هي صورة الممحات إذن هنا وش تديروا تربطوا كلمة rubber مع صورة الممحات عدنا الكلمة الثانية هي pencil case pencil case اللي هي المقلمة مقلمة الأقلام إذن هذه هي مقلمة الأقلام نربط هذا مع مقلمة الأقلام عدنا pan اللي هو القلم نحوسوا على الصورة نتعالقلم وتربطوا معها هنا هذه هي صورة القلم إذن pan هو هذا عدنا school bag school bag هي المحفظة هذه هي الصورة نتعال المحفظة نربطوا هذه مع هذه بواسطة سهل عدنا a pair of scissors a pair of scissors لهما المقص إذن صورة المقص هي هذه نربطوا هذه مع صورة المقص عدنا الرولر الرولر اللي هي المسترة نربطوا هذه مع صورة المسترة هي هذه إذن نربطوا الرولر مع المسترة بهذا الطريقة نربطنا التسمية ننتع كل صورة مع التسمية ننتعها نربطوا كل صورة بالتسمية المناسبة إذن هذه هي الصفحة 18 نروح الآن لصفحة 19 صفحة 19 سيكون عبارة عن تمرين تقوم به في القسم مع الأستاذ انتعكم ومع زملائكم مع أستاذتكم وزملائكم أنا أستمع وأقوم بفعل ما أسمع الحاجة التي تسمعوها تديروها لدينا مثال توقف أنا أقف وأجد الكرسي زيما ترك الأستاذات تقول لك حوّس وجبدلي كرسي انت توقف وتجبدلها الكرسي وتوريه لها بيدك نفس الشي رايحين نديروه رايح توقف هنا في مكانك وتقول لك الأستاذة I look at the picture and do the same أستاذي هنا وش تقول لكم تقول لك نوض توقف وتوري لك بصبحها تقول لك Find a school bag Find a school bag مع أنتها تلقى محفظة أنت توقف وتخزر وتجبدلها محفظة تقول لها هذه هي المحفظة school bag وش تقول لك دير تحوّس Find a chair أجبدل الكرسي حوّس على الكرسي Find a rubber أجبدلها ممحات Find a pen تلقى لها قلم Find a ruler تلقى لها مسترة Find a pencil case تلقى لها مقلمة Find a slate تلقى لها هذه اللوحة اللوحة اللي نكتبو فيها بالطباشور اللي تكون سوداء Find a pencil تلقى لها قلم الرصاص Find a sharpener تجبدلها وتلقى لها الميبرات إذن الكلمة اللي الأستاذة تقول لكم عليها Find معنتها اجبدها لألقاها توقف وتجبدها وتوريها لها بصباعك كما راو يدير هذا التلمي هي تقول لك Find معنتها ألقى ولا صيب ولا ألقى ولا اجبد لي school bag انت توقف وتجبد school bag وتوريها لها chair الكرسي أيضا توقف دي جا تكون قاعد في الكرسي توقف وتوري لها بلي الكرسي هذا هو chair هنا باش الأستاذة تعرفك بلي رك فاهم الكلمات وانت في بعدك تعرف الكلمات وتحفظهم وما تعود تتولي لهم إذن هذه هي صفحة 19 وش فيها صفحة 19 تقوموا بها في القسم ولا راكم في الدار قوموا بالتمرين مع الولدين تحكم ولا مع أخاوتكم ولا في المنزل بأدوات بسيطة تكون أمامكم إذن هذه هي الصفحة 18 والصفحة 19 نتمنى إن شاء الله إنه هذي الفيديو تفيدكم وتستفادوا إذن وصلنا لختم الفيديو نتمنى إن شاء الله ربي وفقكم وينجحكم أترككم في رعاية الله وحفظه نتلقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله في أمان الله